من المؤكد أنك رأيت رسومات ثلاثية الأبعاد في الشارع أو على جدران أحد المباني وربما تعتقد أنه أسلوب فني رائع لكن ليس كل شخص يفكر بنفس طريقة حول هذه الثقافة الحضرية المتنوعة إن البعض يقول أن هؤلاء الفنانين هم المخربون بينما يمتحهم الآخر ويشكرونهم على تزيين الجدران في المدن الكبرى وهناك المئات من الأمثلة في العالم التي تثبت ارتفاع مسوى المدن من خلال الرسم في شوارع أو الجدران بغض النظر عن المسافات التي يحصل عليها من وسط المدينة ولذلك نريد اليوم أن نرى بعض الأمثلة على أروع رسومات ثلاثية الأبعاد في شوارع العالم خمس فنون الرسم المذهجة في شوارع يجب أن تشاهدها الكسر الجليدي تعرف هذه الصرادة الأبعاد ثلاثية المذهلة بالكسر الجليدي وقد تم رسمها في عام 2008 في مهرجان ثقافة العالمية في إيرلندا مي قبل فنان شريع ميلر الذي قضى خمسة أيام في رسم هذه اللوحة متخذاً مي ساحة تقدر بـ 260 كيلو متر مربع كان عمل ميلر وفريقه يرتكز على رسم الكسر الجليدي بشكل واقعي لا يصدق وبعد أن تحدث عن لوحته الرائعة خلال المهرجان وعن كيفية قيامه بهذا المشروع المذهل لفت انتباه الجميع ونتيجة لذلك فزى بدعم من معهد جوتيها الألمانية باعتبار هذا العام المساهمة في تاريخ الفن الألماني جيش الطين ما رأيكم في هذه اللوحة الرائعة؟ لدينا بعض المحاربين من الطين المصنوعون بقطع الليغو وفي حال كنت لا تعرف ما نتحدث عنه دعنا نروي لك قصة الجيش الأصلي جيش الطين أو ما يعرف بجيش التراكوت الصيني هو جيش ينتمي لأول إمبراطور الصيني من سللة تشينغ ودفن المحاربون بجواره في الظريحة معتقدين أن الجيش سيرافق الإمبراطور بعد الوفاة لدعمها وللدفاع عن هذه الحقيقة التاريخية قد تم تجسيدها بمثابة إلهام في مهرج الرسم في شارع فلوريدا من قبل الفنان كوم وفريقها لقد قام الفريق برسم هذه اللوحات العملاء التي تظهر للوهلة الأولى أن المحاربين غير متناسبين ولكن إذا نظرنا من الزوية صحيحة فإنهم يصبحون أشكالا ثلاثية الأبعاد قضى المبدعون أسبوعا تقريبا لرسم هذه الصورة الخاصة يقولكم أنه حصل على المنظور صحيح ومن ثم استخلاص بعض الآثار من اللوحة وآخرا مرر الفكرة الأصلية للإسفلت على مقياس من 1 إلى 100 متر مربع المهرجان لم يحظى باهتمام المشاهدين العاديين فقط ولكن أيضا لفت انتباه مختلف الخبراء والمتخصصين ماريو نحن على يقين من أنك تعرف هذا البطل من ألعاب الفيديو هذه صورة رائعة لسوبر ماريو الشهيرة الذي تم رسمه في عام 2012 من قبل فنان ولاية كولورادو المعروف باسم كريس كارلوس استخدم كريس الكثير من الألوان المختلفة وحول هذا الشاب الموهوب هوايته إلى العمل بفعل الرسومات ثلاثية الأبعاد على الأسطح المسطحة ويركز على الشخصية من الرسومات والألعاب الشهيرة وهذا على سبيل المثال عمل آخر لكريس الذي يعتبر رئيس لافتة الرسم المستقبلي هذا الرجل موهوب جدا أكبر لوحة ثلاثية الأبعاد في العالم نحن نتحدث عن العمل المشارك لاثنين من فنان شوارع المعروفين باسم ماكس من خلال دعم من الشركة الشهيرة ريبوك تمكن هذا ثناء المذهل من رسم لوحة مذهجة في شوارع لندن هذه الحقيقة المذهلة تم تخليدها في مسابقة الكتاب في 17 نوفمبر عام 2011 وتجر الإشارة إلى أن الفنانين فازوا بهذا السجل القياسي مع مرتبة شرف لأنهم لم يصنعوا فقط أكبر لوحة ثلاثية الأبعاد في العالم بل عمل بجد لإنشاء ثقوب عميقة في الصورة والمنحدرة السخرية والشلالات وكلها تظهر بشكل جميل في هذا العمل الفني الذي تبلغ مساحة 1200 متر مربع تقريبا المكان الذي تم اختياره لهذه اللوحة لم يكن أقل من مركز المدينة كما كان من المهم للغاية بالنسبة للفنانين أن يظهر للناس همية الفن ثلاثي الأبعاد ومكانته في تاريخ الفن الأشجار العائمة الثناء المبدع الذي شكله دانيال، سيلفا ومايو تشو كان قادرا على رسم أكثر لوحات إبداعا في العالم حيث تمكن مؤخرا من تحويل شجرة عادية إلى لوحات راهعة قام هذا الثناء بتغطية جزء من الشجرة بالقماشة ثم حوالها إلى لوحات تحاكي الأفق والمناظر الطبيعية وراء الشجرة باستخدام البخاخة فكرة هذا الثناء تعمل حسب مادى واقعية اللوحات النهائية حيث أنه إذا نظرت إلى شجرة من بعيد قد تعتقد أنها لا تملك أي جزء من جدعها كما لو أنها قد قطعت بينما الجزء العلوي عائم بشكل سحري في الهواء من الواضح أنه يصعب عليك سيعاب الفكرة ويمكن أن تعتقد أنها مجرد وهما إذا لم تختارب من الشجرة وتنظر إليها عن قرب كل هذه الرسمات الإبداعية دليل رائع للتكنولوجيا الجديدة المدهشة والاختراعات المفيدة إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم